اهلا بحضراتكم في اخر فقرة من حلقتنا النهاردة وكالعادة لما بتكون منورانا دكتورة دينا بالسعود عادة من اختار موضوع ما وبنتكلم عنه وبالتفصيل النهاردة بقى حضراتكم اللي اختارتم اللي احنا هنتكلم فيه احنا في الفقرة دي دكتورة دينا طبعا يعني مشكورة هتجاوب على اسئلة حضراتكم اللي مشكورين بعدتهانا وان شاء الله نتعرف كلنا على الاجابات عليها اولا صباح الفل عليك منورانا صباح الخير يا كريم اهلا وسهلا بيك وبكل استهداء المشاهدين النهاردة بقى ايه ايوه يمين واشبال وفوق وتحت وحدوتة كبيرة مش هنتكلم عن موضوع بعين واحنا جتنا الحقيقة الفترة اللي فاتت يعني تساؤلات كتير من الناس كتير والحلو ان هي في مجالات مختلفة فده هيخلي الفقرة اكتر افادة يعني ان شاء الله للناس فندخل بقى على الاسئلة معاك يا كريم اول سؤال جلنا من كريم الزغبي بيقولك انا عندي 32 سنة بس انا حاسس ان انا راجل عجوز بنهج وبتعب من اقل لمجهود ودايما بحاس ان انا عايز انام ومش قادر اتحرك من السرير وخمول دائم ايه سبب هذه الاعراض لا وعنده 32 سنة يعني ده فعز شباب وعايز اقولك بقى استاذ كريم الزغبي بيمثل شريحة مش قليلة من الناس عز الشباب وتحسيهم في الخمسينات والستينات صح الخمول والكسل وعدم النشاط نتيجة حاجات كتيرة جدا لو هتكلم على الحاجات الخارجية ما بينامش كويس ممكن يكون بيصهر للساعة 5 الصبح ويصحى 9 يروح شغله لازم ننام 8 ساعات كافيين والنام نوم عميق هو 8-8 ولا من 6-8 يعني مش قل من 7 ساعات عشان ما اصحاش من نوم وما بقاش نايمة بالقدر الكافي هلاقي نفسي رايحة الشغل او رايحة اي حتة ابتدي التاوم دي حاجة سوق التغذية سوق التغذية عليه عمل كبير جدا جدا لان جسم محتاج فيتامينات لدعم الطاقة من اهم الفيتامينات اللي بتحولي الاكل النشاط وطاقة فيتامين بي بكل انواعه بكل مشتقاته فيتامين بي 1 فيتامين بي 2 فيتامين بي 3 6 و 5 و 7 طبعا والفوليك أسد والكوبالامين كل الفيتامينات دي بتدعم لي جدا التمثيل الغذائي مهم ان انا اسرع سرعة الايد بتاعتي لان كتير مننا عنده عدم حرق فمهم ان احنا نسرع الحرق بتاعنا وده اللي بيديني نشاط التمثيل الغذائي كمان مش بس للطاقات اللي احنا عارفينها النشاط والحركة التنفس بتاعي اسمه من طاقة خفية فالتنفس نفسه محتاج تمثيل غذائي قوي فيتامين بي بتاعم التمثيل الغذائي النمو بتاعنا محتاج تمثيل غذائي حاجة اسمها معالجة الطعام ان احنا ناكل الفاكرين دي حاجة سهلة ده مش حاجة سهلة خالص عشان كده بقول المعدة والامعاء مهم ان احنا نهتم بيهم كده يسموها بيت الداء بيت الداء طبعا فمعالجة الطعام الاكل والهضم والامتصاص والتخزين كل ده عايز سعرات حرارية دي اسمها طاقة خفية تزبيط الهرمونات في الدم محتاجين سعرات حرارية فبقول لأستاذ كريم الزغبي كريم الزغبي ينام كويس يشرب مياه كويس عشان الجفاف بيعمل لي عدم طاقة ناكل اكل صحي ونقدر نستخدم مكمل غذائي يبقى فيه فيتامين بي 12 على ذكر الجفاف ده السؤال التاني بقى وجدنا من سندس محمد بتسلم عليكي وبتقول لك كنت عايز اسأل هي بتشتكي ان شفافها دايما جفة ودايما بتتشقق تمام وبتقول انا دايما برطبها باستمرار ولكن مفيش فايدة التشقق والجفاف مش بيروحوا ابدا كنت عايز اعرف الكلام ده سبب ايه وكتب تقول انها هتبعتنا صورة بس يعني مش معنا الصورة مش معنا الصورة لو انا عندي مشكلة داخلية الكريمات اللي بره مش هتشتغل كويس الترطيب ده مهم جدا يعني تفضل مشي على المرتبات بتاعتها بس لازم تزبط الدنيا من جوه المفروض انها تشرب ماي كويس قوي مشكلة الجفاف يمكن في الشتاء كمان نسبة الجفاف بتبقى عالة البرودة الشديدة نسبة الجفاف بتبقى عالة او الجفاف الجلد والبشرة بيبقوا عالة فلازم تشرب ماي كويس قوي ولازم تستخدم او تاكل اكل فيه فيتامينز بتعمل على ترتيب زي فيتامين اي هايل للترتيب زي فيتامين سي هايل للترتيب او انا بنصح بمكمل غدائي يبقى فيه فيتامين اي وفيتامين سي مع الاكل الصحي وهي معلش هو وقت الشتاء بيبقى فيه جفاف شوية مهم ان هي مش طول يعني لما تيجي مسلا تاخد الشاور بلاش مياه سخنة المياه السخنة بتجفف جدا فلازم تاخد الشاور بمياه فترة الغسول بتاع البشرة يبقى طبي لان لو فيه اي مواد تانية او كحوليات او حاجة الوعي بس اللي بنمسح بيه الميكب بيعمل جفاف فتستخدم غسول طبي لبشرتها وتركز في فيتامين بي لاازم غسول طبي ما نفعش الواحد يخسي الوشه وخلاص لا 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 سابونا اللي في الحمام دي نخسي بيها ده وش يا اللي بإعادت لك لا 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 اللي رسول اللي هو عيوني يطص وشه وليش بات ما فيه دكتورة لا 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 كده جفاف راهيب لا مش هينفع يبقى غسول الطبي بتاعنا لا صحيان وان نستخدم على وشينا ماية فترة مش ماية سخنة لان بتلاقي كتير ايه احنا عايزين ندفة فان نغرق نفسي لها بماية سخنة ده بيعمل جفاف وتركز في موضوع فيتامين بي 12 فيتامين بي 12 برضو بيعمل لي تشككات حوالين البقى السؤال اللي بعد كده من الأستاذ أحمد عادل بيقول لكم أنت عايزة أعرف هل الدم اللي بينزل من اللثة أثناء غسيل الأسنان ليه علاقة بنقص فيتامين معين في الجسم ولا لأ؟ ممكن طبعا يبقى من أحد العراض هو مش كل نزيف اللثة بيبقى مين لنقص فيتامينين من أحد أعراض نزيف اللثة نقص فيتامين سي طبعا عندي حاجات تانية طبعا كتير لو أنا ماشي على أدوية سيولة بتركيزات عالية من غير ما أنا أبقى رايحة للدكتور هو اللي يديني تركيز بتأدوية سيولة فأي جرحة لللثة بيانتب عنه نزيف وممكن مشاكل هرمونية أو اضطرابات هرمونز كمان يعني ست الحامل بتبقى سنانة أكثر يعني دلوقتي يا سيد أحمد يشيك على إيه؟ يروح لدكتور إيه؟ لا هو المهم أنه ينظف سنانه كويس قوي يتأكد أنه لا عنده سكر لأن السكر بيعمل سيولة مهم يعني يتأكد من مستوى السكر في الدم ويقدر يمشي على المكمل الغذائي ألب مالتي فيت اللي احنا شايفينه على الشاشة طبعا ألب مالتي فيت مليان فيتامين سي فمهم أنه يستخدم ألب مالتي فيت كمان لأنه فيه فيتامين بي وفيه زينك داعم للمناعة وفيه الكالسيوم وفيه كل مشتقات فيتامين بي وفيه نحاس فألب مالتي فيت هيبقى كويس لي جدا مهم أنه لما يأكل يستخدم مرة في اليوم دنت الفلوث عشان البكتيريا والجرسيم اللي بين السنين دي حاجة مهمة قوي اللي هي الخيط الطبي أول ما قلت يستخدم ألب مالتي فيت ابتزام تنة لي أنا عايز أقولك بانت حلال مصافي ده السؤال اللي بعد كده في صلب اللي انت بتكلم أه والله السؤال جاينا من محمد جابر وبيسأل هل ألب مالتي فيت بيتعارض مع مرضى القلب ألب مالتي فيت لا يتعارض إطلاقا مع مرضى القلب ولا يتعارض مع أدوية مريض القلب أو مريض الضغط بالعكس ألب مالتي فيت مليان فيتامينس هتدعه عمله صحيته جدا وهتزبط بنسبة ما نسبة الكوليسترول وهيدينه نشاط لأن مريض القلب أحيانا بتلاقيه على طول تعبان بينهج من أقل من أقل مجهود فيقدر يستخدم ألب مالتي فيت لا يتعارض أهم حاجة أن هو يستخدمه مرة واحدة في اليوم كابسولة صباحا بعد الفطار بنص ساعة من شوية سندس محمد سألت عن الشفايف دلوقتي دنيا سابي بتسأل على الرموش بتقولك إيه بقى بتصبح عليكي بتقولك أن الرموشي بتقع بشكل ملفت جدا للنظم بتقع كتير قوي ومش عارفة إيه السبب مع إن شعري ما بيقعش بنفس المعدل ممكن يكون تساقط الرموش من أحد أسباب ونقص الفيتامينز والمينيرلز زي البيوتين مهم جدا للرموش زي الزنك والنحاس أي حاجة عندي بتتجدد لازم معها زنك والنحاس هو مش تساقط الشعر كمبدأ لازم يبقى متوزع بالعدل بين الرموش والحواجب والشعر يعني إشمعنا فيه حاجات معينة أحيانا بيبقى فيه مرض معين مثلا مرض مناعي زي الثعلبة بيخشي هاجم البوسيلات بتاعت الرموش وتوقعها مثلا ساعات بنات كتير بتستخدم مستحضرات تجميل منتهت الصلاحية واخدوا بالكم دي مشكلة كبيرة ساعات البنات اللي بتركب رموش بالسنة لا لازم بوسيلات رمشي تتنفس أكسوجين بالسنة يعني لا يعني مش بالسنة يعني مثلا تركبها ثلاث أسابيع وتروح تعمل ريفل أصلي يعني هو مثل رموشي توقع ما أنا فهم ده فضول شخصي أنا فضول شخصي مش سؤال جاي من الناس ده فضول شخصي هو مش المفروض هل تتشال في ساعتها بعد الإفنت اللي اللي تحضرها لا لا بيبقى حاجات سبتة ما عنديش مشكلة بس ما تحطيهاش بالأسابيع هتحطيها بالأسابيع سيبي سبيس أسبوع خلي رموشك تتنفس لأن البنات إيه لما بيخلاص تعودوا على شكلهم هم عندهم رموش فلما بتيكي تشيل هتحس ما بيجلهاش قلبي يعني فبتشيلوا وتركب فخلوا بالكم البصيلات محتاجة أكسودشل هي تقدر تستخدم قلب مالتي فيت على فكرة دعم جدا جدا للشعر والرموش قلب مالتي فيت هتستخدمه مرة واحدة في اليوم بعد الفطار هتلاقي تحسن في الرموش في خلال ثلاث أسابيع أهم حاجة تكرار يعني أهم حاجة أن أنا ما استخدمش قلب مالتي فيت مرة في الأسبوع أولا سعره حلو جدا أنا مش محتاجة أحبشه خالص العلبة هتكفي كنت أقول لك هتكفي سنة هتكفي شهر طبعا تلاتين كابسولة تلاتين كابسولة طبعا قلب مالتي فيت مرخص من تلك سلامة الغذاء ده ديني أمان لكل أستاذ المشاهدين المحترمين اللي بتفرجوا علي من الستات عشان بتكلم عن رموش دلوقتي وتقدر تاخده من السيدلية يعني لو عايزة تعمل أوردر تقدر تاخده من السيدلية احنا عندنا أرقام الشركة للاستفسار ولو عايزة تسأل عن حاجة زيادة عن قلب مالتي فيت طيب أذهب محمد بيقول إيه جرعة المناسبة من قلب مالتي فيت لواحد عنده القلب والسكر الجرعة المناسبة كابسولة واحدة في اليوم بعد الفطار هو آمن جدا لأصحاب الأمراض المزمنة من مرضى السكر أو مريض القلب أو مريض الكوليسترول مفيش مشكلة بس هو بعد الفطار ما يحضوش قبل ما ينام ليه عشان النشاط هو بيدعم جدا لنشاط لأنه ماليان فيتامين بي المدعم القوي للنشاط ناخده في أول اليوم ناخده في أول اليوم طيب محمد سامي بيقول من وقت للتاني صابع داية بتنمل وبتكون سقع جدا إيه السببب تنميل الأصابع وسقعاتها لها أسباب كتير يعني يعني ممكن منها الأنميا إن الأكسوجين مش واصل بالقدر الكافي للأطراف للأطراف وقتها لازم أن أستشير الدكتور ويديني نسبة الحديد اللي أنا محتاجها وكمان مهمة قوي لأعصابي وأطرافي فيتامين بي 12 فيتامين بي 6 فيتامين بي 5 والفوليك أسد يعني معظم مشتقات فيتامين بي مهمة فيتامين بي 12 هو اللي بيكون لكورات الدم الحمرى فداعم جدا للدورة الدموية فبيقدر يوصل الدم بالقدر الكافي فيقدر يستخدم ألف مولتي فيت ويعمل سي بي سي ويتأكد أن الحديد ده عنده كويس تمام طيب ركزوا بقى معي حضراتكم في السؤال اللي جاي ده وتحديدا اللي منكم طالب أو طالبة سؤال يهم كل الطلبة أو الطالبات منا محمد بتقول أنا طالبة في الجامعة وبنسى دايما كل حاجة بزاكرها فكنت عايزة أعرف هل فيه فيتامينز معينة المفروض أخذها مشترك عند كتير جدا من الطالبة وطالبة طبعا وبتلاقي وقت المذاكرة التركيز بيبقى صعب والضغط العصبي وما بيناموش كويس ناموا كويس يا جماعة يعني الدنيا مش هتجري هنذاكر وهننجح إن شاء الله بس ناموا كويس مهم من مهم أن احنا نشرب ماي كويس ده مهم جدا عشان ما نعرضش الجسم للجفاف وأعتقد أن قلب مولتي فيت هيبقى داعم لهم جدا لأن فيه فيتامينات بيسموها فيتامينات المزاج من أهمهم اللي هو بتحسين المزاج من أهمهم طبعا فيتامين بي 12 الداعم جدا لقراط الدم الحمرة والفوليك أسد كمان مهم جدا لأن قريدي فيتامين بي كومبليكس داعم جدا لأصاب الدماغ وكمان فيتامين إي مهم كمضاد أكسادة عشان إحنا جسمنا كله بتأكسد والخلايا بتتأكسد بنمنع الأكسادة بفيتامين إي قلب مولتي فيت وفيتامين بي كومبليكس أي طالب أو طالبة هيستخدمه ألب مولتي فيت كابسولة واحدة بعد الفطار هنلاقي التركيز لطيف طبعا إحنا شايفين دلوقتي على الشاشة يا كريم دا تركيزات ألب مولتي فيت ودي كل الفيتامين اللي موجودة داخل ألب مولتي فيت من الزنك الزنك مهم جدا وصاده زي ما أنا قلت يكيد الناس بقى حافظت وصاده رحاس لازم زي ما أنا حاس عندي فيتامين سي عندي فيتامين ه اللي هو إي عندي فيتامين بي كومبليكس عندي البيوتين الفوليك أسد والكالسيوم طيب نورين نجيب بتقول هل ألب مولتي فيت آمن في فترة الحمل والرضاها ألب مولتي فيت آمن جدا أكيد الست الحامل أو السيدة الحامل لازم بتمشي مع دكتور لأنه بيديها يودو بيديها فوليك أسد بيديها فيتامينات كتير جدا بيديها الأوميجا لو هي محتاجة لكن ألب مولتي فيت دعم لها جدا أولا فيه فوليك أسد بنسبة 0.4 ميكرو جرام فده دي نسبة حلوة قوي دخل الكالسيوم كالسيوم 70 ميلي جرام تقدر تسأل الدكتور لو محتاجة تركيز أعلى في الكالسيوم بعد الشهر الخامس لكن ألب مولتي فيت ملوش أي أصال جانبية للسيدات الحوامل ولا حتى اللي بترد السؤال اللي جاي يعني إحنا جاوبنا على جزء منه بشكل غير مباشر سؤال من كريمة أحمد بتقول إيه أسباب جفاف الجلد سواء البشرة أو الجسم بشكل عام جفاف الجلد طبعا ما منشربش مية أو بزداد في الشتاء بالقدر الكافي البرودة الشديدة التقس البارد الشديد بيجفف استخدام الكحليات وأدوات التنظيف بأدينة استخدام الصابون المتكرر استكتات البيوت اللي بتخسل الموعين والحلل وحاجتها استخدمي جوانتي حولي مهم جدا جدا كل الحاجات دي بتأدي أكيد لجفاف نستخدم مرتبات وسوق التغذية بيأدي لجفاف لأن فيتامين سي مهم للترتيب فيتامين إي مهم للترتيب برضو على ذكر التغذية السؤال اللي جاي من ماريب علي بتقول هل قلب مالتيفيد بيساهم في زيادة أو في نقصان الوزن ولا مالوش علاقة بالوزن قلب مالتيفيد بيدعم التمثيل الغذائي فبيزود الحرق وبيزود سرعة الأيد وبيزود نشاطي فبالتالي بنلاقي إن وزننا بدأ يبقى أحسن يعني بنخس شوية بس مش بتاخن مهم معنى كده إنه الناس اللي بتعاني من النحافة مش صح قوي إن هي تاخد بيتامينس بقى بالشكل ده ولا إيه لا 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 بالعكس خالص هو بيدعم التمثيل الغذائي جدا هو أصلا مهمش التدعيم ده معناها زيادة المعدل زيادة معدل الحرق بس هم مش هيخصوا بالطريقة اللي هو مش عشرة كيلو لا خالص وإلا كان كل الناس اللي جاءت له كطريقة للتخصيص هو مش دوة تخصيص لا أوكي طيب ممكن ألاقي ألت مالتيفيد في السحل الشمالي ولو ما لقيتوش هل في بداية اللي دي ندى أشرف اللي بتسأل هلاقي بقدرة هي بالسحل أصلا قربنا بعد بص نحن دلوقتي بنحاول نوفر في كل السيدلات نحن عندنا كم محافظة يا كريم أعتقد 27 محافظة عندنا فوق 50 ألف سيدلية صعبة قوي أننا قدر في شهر ولكن خلاص ولازم كمان الفترة الجاية ركز في قصة السحل الشمالي زيادة عشان أنا عارفة أنه كله هيبقى في السحل بعد كده عايزة تعتلي بشعرها وبشرتها وبربوشها والحاجات طبعا عشال الوقت ما يسرقناش يامن محمد بيقولك أنت عايز يامن محمد بيقولك أنت عايز أسأل دكتورة دينة هو ما ينفعش أن يكون أكلي صحي يعني باكون خضار وفكهة وخلاص ولا لازم برضو أخذ مكملات غذائية أنا بقى منصح بالمكملات الغذائية اللي تراكزها صغيرة معقولة اللي قدر أمشي بيها لايفستايل لأن أكيد حتى مع الأكل الصحي بتلاقي لو عملنا تحليل فيتامينات أكيد حاجات نقصة بنصح ليه بقلبي مولتي فيت تراكزه يا جماعة معقولة جدا ما عنديش منه أي مشكلة أن أنا أمشي بيها لايفستايل طب عموما في ضوء الوقت اللي كان متاح لنا حاولنا على قد ما ربنا قدرنا أننا نسأل الكام الأكبر من الأسئلة لخضراتكم بعد تهنة نحن نشكر الجزيل الشكر وإن شاء الله نشوفك على خير محلقة جاية من البرنامج نور فينا نشكركم على متابعتكم وإن شاء الله بكرة بإذن الرحمن إن عيشنا وكلنا عمر يتجدد اللقاء قبل دلوقتي بساعتين يوم جديد وحلقة جديدة وعشرة صفحة إلى اللقاء